احنا طبعا بقى لنا يومين كده بنسمع كلام كتير قوي عن الفيسبوك والقلق اللي عمله الفيسبوك والعطل اللي حصل فيه وقالك ان انت بتبقى قاعد في امان الله كده تلاقي نفسك باعت فريند راكوست الناس كتير جدا وطلبات صداقة وطبعا بتبقى شقاعد في امان الله انت تدخل تبص عليهم فيروح باعت على طول طلب للصداقة بشكل كده عشوائي يعني فبقى الناس تسأل ازاي نلغي طلبات الصداقة دي طبعا فيه ناس هما ما يعرفهمش يعني فيه حد بالصدفة شايفه عامل تعليق في مكان فدخل يشوف مين ده فبالصدفة كده وفيه ناس قاعدة بقى طبعا بتتراك ناس بتتتبع ناس فكل شوية بيدخل عنده يبص مش عارف كل شوية بقى بطلب صداقة ويرجع يلغي وبعدين طلب صداقة لحد لما فهم بقى ان فيه مشكلة في الفيسبوك السطر برضو لما بترفع على البني ادم تبقى مشكلة يعني فيه ناس تانية كانت بتقول انه يعني المشكلة في الباسورد فغير الباسورد بسرعة عشان تقدر تأمن حسابك بسبب الاختراقات اللي ممكن تحصل بسبب العطل ده وبعدين طلت اشعاعات تانية انه حتى المسجات اللي تكون موجودة على المسنجر على فيسبوك كمان هتبقى بينا لأ حد هنا وستوب حد هنا وكفاية تلالي طلبات صداقة ما هيو ده اسمه الخاص صح اسمه البريفت صح يعني مفروضني فيه لا الحد هنا وكفاية انا لا اسمح بدأ بس انا هنسأل في موضوع ده احنا نعرف في موضوع دلوقتي طبعا دلوقتي احنا معانا المهندس احبط طارق خبير امن المعلومات عشان يطمن شازلي على موضوع ده يطمن الناس كلها مش استاذ محمد الشازلي بس للناس كلها لازم تطمن النهاردة صباح النور على حضراتكم صباح النور على السادة المشاهدين طيب احنا في البداية كده لازم نعرف الناس ازاي تفرق بين الاختراق في المنصة وبين الثغرات اللي موجودة وبين الخلل العام اول حاجة لاختراق في المنصة مثلا لو حصل اختراق في منصة فيسبوك بتحصل على العموم وبيتم تسريب بيانات بعدها فبالتالي احنا لازم نأمل نفسنا بالطرق اللي هنقولها النهاردة تاني حاجة الثغرات اللي موجودة فيه فريق اصلا مش شغال مع الفيسبوك الفريق ده تخصصه ان هو يدور على الثغرة اللي موجودة في الموقع او في الابليكيشن ويبلغ بيها الفيسبوك او اي مواقع تانية او يبلغ بيها شركة متى عموما وبالتالي بتدينه مكافأة مالية فبالتالي بيتم سد الثغرة في نفس الوقت والخلل العام اللي هو زي فريند ريكويست اللي حصل على جميع الناس وحصل على فئات معينة بس طيب ايه اللي حصل اصلا فجأة صحينا فعلا لقيته حتى واحنا بنسكرول على الفيسبوك على الول او احنا بنقلب حتى لو جالك كلمة people you may know اي حد بيكون في الاول او اشخاص قد تعرفهم من قبل مثلا هتلاقي نفسه الضغف فجأة وهو بقى بيتخيل ان انا بدخل على الاكونت بالزبط هو بيتخيل ان انت بتتابعه وبترقبه وحصل مشكلة كتير من اطراب الضغف فجأة معنا ان بقعت له فريند ريكويست او طلب صداقه حصل فعلا فبالتالي بيحس انك مرقبه من زمان كمان ده فيه ناس حصل معاهم مشاكل يعني فيه ناس من متابعين يجاب الطرف ده والطرف ده وحللنا بقى المشكلة باشمان استأكد لي انه ده ما حصلش من ده ده بداية المشكلة خالص يعني حسيت نفسي فقعدة كده والناس كلها جاية والموضوع بدأ ينتشر بشكل كبير في بداية المشكلة تحديدا الموضوع ده حصل على نظام تشغيل اندرويد اكتر حاجة وخمسة في المية على اي او اس وكمان حصل على التطبيق بس لكن لو في المتصفح براوزر اللي هو مثلا من شركة عالمية مثلا براوزر اي براوزر من شركة عالمية حصل فيه الموضوع ده لا ما حصلش الموضوع ده بناسبة كبيرة هو حصل تحديدا عن نظام تشغيل اندرويد فبالتالي بيحصل ارسال طلب صداقة وحتى كل ما تلغي بيحصل ده المشكلة هنا الكبرى ان الناس استغلت فيه ناس اللي هي بتستخدم المواقع التواصل الاجتماعي في الجانب السلبي زي نشر الشائعات اللي دولتنا بتحربها عملت ايه بقى بدأت تدخل على الاخبار طبعا الترند وكتبت الحل عندي فمجرب ما تدخل تشوف الحل تلاقي نفسك ضفته فبيجمع ناس كتير جدا عشان ياخدهم ويفلترهم يبتدي بقى ينشر الشائعات يبيع الاكاونت ايا كان موضوع ده لازم ناخد باله منه هنا نقف عند نقطة مهمة جدا ان احنا ما نمشيش وراء الارقام على السوشيال ميديا اي ارقام على السوشيال ميديا سواء مشاهدات ولا كده كل ده فيك ممكن يتزود ممكن يتزيف تاريها طريقة بتعرف اذا كان المتابعة دي صحيحة ولا لا او ان كان دي فيه ناس دي ممكن تشتري فولورز او متبين فبقى جيها طريقة بتاري بنعرف بيها طبعا اولا احنا لازم نتأكد من المصدر اللي منشور منه اي خبر المصدر لو مش نشر اعرفوا ان الموضوع ده عليه كلام تاني او مش صحيح لكن الطريقة الصحيحة نشوف اليوزر نيم بتاع الحساب نفسه يعني مثلا الحساب المعمول للنشر الشائعات هتلاقوا اليوزر نيم غير الاسم الصفحة اسم الصفحة ممكن يتزيف تبقى الاصل بالاسم الاصلي التابع لها لكن اليوزر نيم ده عمره ما يتكرر بيبقى واحد بس بيبقى واحد بس مش هيقدر تلات نقاط اللي موجودة في اي حساب لو ضغطوا عليها هتلاقوا اخر حاجة تحت لو هو كوبي لينك هتلاقوه تحت الكوبي لينك ده في حساب الفيسبوك او الانستجرام نفسه في شير يوزر فالفكرة كلها ان اليوزر نيم ده لازم تتأكدوا منه ممكن يكون مثلا لو مثلا حاجة تابعة لوزارة الصحة هتبقى eg.health مثلا التاني هيكون مزود حرفة او مزود رقم او كده وبينشر كلام على وزارة الصحة فبالتاني بيحصل ده انت قلت دلوقتي ان احنا المشكلة مش في المتصفح نفسه مشكلة كانت في الابليكيشن بتاع الفيسبوك فده بيؤكد ان انا لو دخلت من المتصفح على لابتوب مثلا ما كانش هيحصل الاد الفريند ريكويست والحاجات دي كلها طب ليه ما هو هو نفس الفيسبوك هنا وهو حلوة اوي السؤال ده الناس مش عارفة تفرق ده او ده او ده لكل حاجة لها سيرفرات معينة بتشغلها لكن الابليكيشن ممكن يحصل فيه خلل المتصفح ممكن يحصل فيه خلل بعيد عن الابليكيشن كل حاجة بعيدة عن بعض لكن في الاخر يوزرك هو هو اللي بيتنشر فيه كل حاجة على جميع الحاجات فاحنا لازم ناخد بالنا من اي حاجة لو مثلا الخلل جاء زي ما حصل الناس كتيرة اوي حذرتها ان هي تاخد هدنة اول ما خلل يحصل في منصة كبيرة زي دي دي مشكلة كبيرة لازم تاخد هدنة وتبعد عن المنصة اللي عليها خلل عشان خاطر الخلل بيتحل في ساعات معدودة كان فعلا هدنة يعني يعمل ايه يعمل لوج اوت ولا يعمل ايه يعمل اوت لوج اوت عادي او يخرج برا الابليكيشن الخاص لحد ما الخلل يحصل في بعض العيوب بتحصل في المنصات بتستدعى ان انت تقفل حسابك لمدة معينة زي مثلا صغرات معينة بتخترك خصوصية الرسائل فلازم تقفل حسابك كله دي اكتف يور اكاونت لمدة معينة فبالتالي دي بتحفظ نفسك اكتر من الموضوع ده طب ازاي نعلم الناس تحمي نفسها دايما على السوشال ميديا في عصر التكنولوجيا وزمن 2023 اول حاجة هتدخله على اعدادات السوشال ميديا بتاعتك سواء فيسبوك انستجرام يعني الكلام اللي هقوله ده هيتطبق على جميع المنصات سواء العطل كان في الفيسبوك بس اه العطل كان في الفيسبوك فعلا بس والتطبيق زي ما قلنا هتدخلوا على الاعدادات ومن الاعدادات الخصوصية انا هقولها بالعربي يكون سهلا كده للناس الخصوصية وبعد الخصوصية هتدخله اول حاجة هتعملوها هتفعلوه مصادقة ثنائية يعني 60% من الناس اللي بسمعونا دلوقتي مش هيكونوا عاملين اللي أنا بقوله ده يحطوا رقم موبايل غير موجود مع أي حد يعني أكيد كل واحد فينا إقلابنا مع رقمين هيختار منهم رقم يربطوا بالأكاونت بتاعه عشان ما يكونش معروف إن الرقم ده بتاع الأكاونت ده ده واحد ده المصادقة الثرائية إنه هو أول ما يشغلها لو أي حد لقدر الله فتح الأكاونت أقل لها هتجيلك ريكويست أو رسالة إنه في حد بيعمل وفي أرقام اتبعت تليك الأرقام دي سرية تماما مهما كان حتى موظف الفيسبوك نفسه ومش بيطلبها منك ده أول حاجة تاني حاجة الباسورد بتاعتك لو مش موجودة بالشروط اللي أنا أقولها دي أعرف إن حسابك ضعيف جدا وممكن يخترق بسلبيات الزكاء الصناعية أو بالكراكينج بروجرام الموجود في الزمن اللي إحنا فيه لازم تكون أكتر من 16 حرف ورمز وكابيتل وسمول وأرقام لازم يكون فيها الخمس شروط دي خمس شروط دي مهمة في أي باسورد تاني تالت حاجة لازم برضو تحصل إن إحنا ما نوحدش الباسوردات على جميع المنصات اللي موجودة يعني مثلا لو أنا مختارك سيء أنا لو خدت حساب حضرتك هلفه على جميع منصاتك كلها بحساب واحد فبالتالي دي ناخد بلا منها جدا وخصوصا الجيميل اللي مربوط على نظام الأندرويد لأن الجيميل ده لو حد عرفه حقيقي موبايلك كله هيكون مراقب 24 ساعة عن طريق الحد ده ممكن يعرف مكانك ممكن يسحب الصور المعمول لها سينك على الجيميل ممكن يسحب الكونتكتس الموجودة فبالتالي هي فيه ناس ممكن تشوفها حجابة دي هي بس ده الأندرويد لكن الآيو اس لأ الآيو اس اللي هي طرق تانية من ناحية الآيكلاود اللي موجود عليه اللي هو الإيميل الخاص تبع الآيو اس حتى الجيميل اللي لو كان مربوط عليه لازم برضو يكون الباسورد قوي بالشروط اللي احنا قلناها وما ينفعش يكون مع حد تاني لعني أغلبنا لما بنيجي ننزل نشتري موبايل أو أي حد منخلي السيلر أو البيع نفسه هو اللي يعمل لنا الداتة والإيميل فده أكتر حاجة ما ينفعش حد يعملها أصلا لأن دي خصوصية وزي ما أستاذ محمد قال في بداية الفقرة أنه احنا في خصوصية وفي رسائل لا هو الموضوع الحمد لله ما تخطاش إن الواحد يدخل يقرأ رسائل الناس زي ما كانت فكرة أو كده ولا تحصل كالسة كبيرة بصراحة سوف نرجع مرة تانية للتغرة أو الاختراق اللي حصل كان دايما المنشور أو البوست اللي بيتكلم عن الاختراق ده أو التغرة دي كان بيبقى فيه لينك تاني لو عايز تعرف بعد friend requests لمن دوس على اللينك ده أو على الرابط ده ده كان effective فرن ده كان سليم فيه نقطة مهمة هنا بحي حضرتك على السؤال ده فيه نقطة مهمة هنا لازم نقف فيها هنا بقى ممكن يحصل عمليات اختراق بسبب لينك زي ده ازاي؟ فيه مفهوم اسمه مفهوم الهندسة الاجتماعية اللي هو ممكن يضحك بالهوية البصرية على حاجة زي دي اللينك ده فيه أغلب المواقع ممكن تختصره عشان ما يبقى الشكله طويل فبتختصره بلينك زغير فمجرد دوستك على اللينك ده مش معنى ان موبايلك ممكن يخترك أو يتهكر أو حسابك لأ الدوسة دي هيفتح لك لينك مختصر ممكن يكون فيه صفحة مزورة يطلب منك تسجيل دخول الفيسبوك فبالتالي بيتسحب حسابك زي ما حصل من ثلاثة من المتابعين يتسحب حسابهم بسبب دخولهم على لينكات وهمية زي دي فانت الطريقة السليمة اللي انت متخشش على اي لينك منشور على الفيسبوك تكتب في موقع البحث العالمي جوجل تكتب cancel sent request cancel sent request فيسبوك هيجي لك اللينك اول حاجة من نفس صفحة الفيسبوك لو عايزينها بالعربي هتكتب طلبات الصداقة ده بيكانسلها على طول ولا بيوريك انت عامل مين فيان ريكوست بيوريك انت عامل مين باللستة كده ممكن يدخل على الابليكيشن نفسه كمان ان تدخل على طلبات الصداقة اللي جايالك هتلاقي فيه ترات نقطة انت بتتكلم عنهم تدوس هيجيب لك على طول التقاص بزبط صداقة اللي انت ارسلتها خلال الفترة اللي فاتت فتشوف بقى لو انت لقيت فيه ورا بعض وكتير مبارح تعرف على طول انه ايه كان العطل عندك بس عايزين نعكد ان ده عطل ما هواش اختراق لا لا مش اختراق للمنصة طب الشركة بتعلن طيب بتعلن ان كان فيه عطل أو كده دي بقى النقطة هنا الشركة ان مش لازم تعلن عن حاجة زي دي ولو فيه اختراق مش بتعلن برضو كده انه بيبقى فيه فريق مختص في نظام اسمه باك باونتي هانتر او الوايت هات الناس اللي بتبلغ عن الصغرات الموجودة في الابليكيشن فبالتالي بيكون بينهم وبين بعضهم لكن لو فيه عطل عام ممكن الشركة ببلغ على حسابها على تويتر مثلا اي حاجة وممكن لا فالشركة ما بلغتش بحاجة زي دي لكن الخلل اتصلح في خلال اربع ساعات من بعد انتشاره وتم السيطرة عليه بالكامل يعني من كل حاجة طيب عظيم انا ملاقيتش هارفة عندي طلبة صدا انا مش هارفة معناي يعني انا 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 ناس كتيرة زعلان انه مفيش حد بعد لها حاجة انا احزاعم قاش اه صحيح فعال طيب هل ده بقى يستاد ان العطل ده يستاد ان احنا نغير الاسبت بتاعتنا ولا لأ هو العطل ده مالوش على الواقع خالص بالامان بس بعد اي خلل في المنصات منصحكم بتغيير الاسبت وتأمين حساباتكم تاني والرشدة أو النصيحة اللي دايماً بتديها للمتابعين والناس إن هي تغير البصورتات بتاعتها كل شهر دي لازم إحنا يا جماعة في 2023 مش في 2010 التقنيات بتتطور والحجات بتتطور فبالتالي كل ما يكون فيه حماية كل ما يكون فيه برضو اختراق أزياد فبالتالي إحنا لازم نأمل نفسنا كل شوية لأن المنصات دي كبيرة وعليها بياناتنا كلها ومنصة الفيسبوك بالذات أكتر منصة واخدى كل حاجة عننا لدرجة أن هم سمعيننا دلوقتي بالوقتي؟ طب نهينا نختم الفقرة ولا إيه طب أنا عايز أفهم بس يعني هما ليه بيعملوا تحديثات يعني أنا مثلاً ما بلاقيش فيه خدمات إضافية جاتلي على الابتوكيشن أو على الأكاونت ما فيش خدمة إضافية جاتلي طب أنت عامل تحديث ليه؟ طيب هي الفكرة كلها إن الموضوع منتشر إزاي إن ممكن يجي في بالك ليه مثلاً ما فيش مثلاً طريقة تخليك تنزل للخبر اللي أنت عايزه بسرعة هما في بالهم الموضوع ده بس مش هيقدروا يعملوا تحديثات كلها على البرنامج اللي أنت شغال عليه مرة واحدة عشان ما يحصلش ملل والناس تروح لبرامج تانية دي سياسات شركة شركات كبيرة خصوصاً في التكنولوجيا بيدوك التحديث واحدة واحدة يعني مثلاً التحديث النهاردة يخليك تروح للخبر بسرعة يعني هي أروح للخبر بسرعة؟ لو كتبته في سيشو ما يطلع لي الخبر لا ده مثال مجازي يعني مش شرط مثلاً أنه خبر بسرعة ممكن تحديث مثلاً لحاجة معينة أو عدم ظهور مثلاً في الواتساب أو غير والحاجات دي كانت موجودة عندهم من فترة لكن سياسات الشركات بتحصل تحديثات تدريجية وأحياناً ما تكونش تحديثات ملحوظة مش لازم بتكون تحديثات أمنية تحديثات لقواعد البيانات تحديثات للغراثمات نفسها أياً كان إيه اللي بيحصل في المنصة مش لازم يكون ملحوظ التحديثات دي كمان مش شرط أنه هم عملوا تحديث النهاردة هيجي عند كل الناس دلوقت لا فيه حاجة اسمها تايم زون أو المنطقة الزمانية اللي حرريك تابع ليها فبالتالي ممكن يجي لي أنا تحديث يغير وجهة الفيسبوك بطريقة معينة وحضرتك لسه يعني حرريك قلت التلات نقطة اللي موجودة في الفريند دي ممكن ما تكونش موجودة عند بعض الناس عشان كده اختصرناها مثلا بلينك جوجل ارسال طلبات الصداقة فبالتالي الناس بتدخل عليها وتلاقيها دايريك فعشان كده المنصة بتكون مختلفة من شكل لشكل عقلها شكلين مختلفين عند ناس معينة فده النقطة المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها وانتابع دايما تحديثات الأبليكيشنز كلها من المتجر الرئيسي يعني دايما أول باول الناس اللي عمالها تنشر وتقول لأ ما تعملش تحديث الأبليكيشن ده من المتجر لأ مش عارف بيبطأ الجهاز لأ الكلام ده كله كلام فاضي الناس دي قاعدة فاضية وبتقول كلام فاضي ولا دليل له خالص تحديثات دي دايما بتسد صغرات أمنية دايما بتحدث لك الأبليكيشن أول باول ونفيش حاجة اسمها بتبطأ الجهاز النظام التشغيل لازم يكون متحدث لآخر حاجة دايما لأنه الحاجات دي بتسد لك كل حاجة في نفس الوقت بتديك أبديت كتير ممكن ما يكونش ملحوظ بس بتلاقيه عامل إفكتف في الجهاز حلو طيب بما أن الكلناس منتكلم على اللينك المصاحب لموضوع العطل ده صحيح وأنه في ناس بالفعل اللينك دي لينك وهمية أو لينك يعني بيخلي بقى فيه اختراق للتليفون أو أي لينك تاني في المطلق إزاي ممكن حد يعرف أن التليفونه أصلا مخترق يعني ده سعلى لينك وما يعرفش بقى إيه اللي حصل حلو جدا أنا عايز بس أوضح معلومة أن اللينك مجرد ما تدوس عليه ومش هيعمل حاجة لكن الموضوع كله ممكن يحصل منه إزعاجات من الإعلانات اللي بتحصل موجودة كتير أو تلاقي إعلانات كل شوية مش راضية تروح بما أنه دخلنا في موضوع الإعلانات هتفتحه الثلاث نقاط في المتصفح هدخله على سجل البحث تمسحه سجل البحث منذ البداية الإعلانات راح دي حاجة إيه اللي هيحصل تاني لما تدوسي على لينك؟ ممكن مثلا يعرف مكانك فين لأنه اللينكات دلوقتي لو بعدت لك لينك حتى معروف أو غير معروف ممكن تحدد مكانك عشان كده نتجنب الموضوع ده تالت حاجة برضو لو اللينك ده في صفحة مزورة توهمك أن هي أصلية ممكن تسرق حساباتك رابع حاجة ومهمة جدا أن اللينك ده ممكن يكون مصاحب لتطبيق ينزل بتثبيت بأمر منك فبالتالي يسحب كل بياناتك وكون كاميراتك مفتوح 24 ساعة فالنقاط دي مهمة جدا لازم كلنا نعرفها إزاي نفرق بين اللينك الوهمي واللينك الأصلي هتدخلوا على المواقع البحث العالمي جوجل وتكتبوا مثلا how to know fake أنا مش عايزة أقول أسامي المواقع لكن تكتبوا الوصف بتاعها إزاي تعرفوا اللينك الوهمي والأصلي هيجيب لكم مواقع أولية هتدخلوا اللينك فيها هيقولك ده وهمي ولا أصلي فبالتالي دي حاجة مهمة جدا برضو نعرفها بالنسبة للنظام التشغيل إزاي نعرف إنه مخترق لقدر الله أو لأ تتنزلوا برامج حماية متوصي بيها من غير ذكر أسماء تكون قوية جدا بحيث إن هي تعمل سكان على الجهاز وتشوف لو فيه أبليكيشنز مخفية تشوف لو فيه مثلا حاجة مزروعة ما حدش يعرفها حد مسك موبايلك عملها تشوف فيه تطبيقات خبيثة أو مثلا ملفات خبيثة موجودة تنظف الجهاز عموما فدي حاجة مهمة جدا إن هي لازم تكون على جهازك عشان تكون جارد أو 24 ساعة مأمن موبايلك أول باول طيب فيه شركات بتتعامل مع الفيسبوك أكيد طبعا شركات مثلا بتعمل دعاية على الفيسبوك أو أي أن كان شكل هذا التعامل لما بيحصل حاجة زي دي هل بيكون فيه نوع من التعويضات مثلا؟ يا ما بيحصلش تعويضات بس إيه اللي بيحصل بقى لو مثلا حصل خلل في الدعاية اللي حضرتك عاملها بس خلل عام والدعاية دي دفع عليها فلوس كبيرة لأن شركات زي ما حروليك قلتها كويس جدا برضو شركات كبيرة دفع مبالغ كبيرة طبعا بيحصل تعويض مثلا دافع 10 تلاف جنيه على إعلام معين هنا جت في نص مثلا 8 تلاف جنيه بعد أن تصرف ده كله جت الموضوع ده وفي الآخر تم تعويضه بدعاية تانية أو تم تعويضه بالمبالغ تانية على طول فبالتالي محدش إلا من الموضوع ده كده كده الواحد بيتعوض طيب هو اللي يقلق بقى بجد الزكاء الاصطناعي يعني احنا شوفنا الصور بتاعة الملك شارلز آه طبعا وإيلون ماسك وإيلون ماسك بتاع اللي قالك ده عروسة ومشاركة كل الكلام ده بالزكاء الاصطناعي طب أنا كمواطن قاعد بشوف الكلام ده من هسدقه يعني أنا لو ما فيش درجة عالية من الوعي هسدق الكلام ده طب هل فيه أي طريقة نقدر نحدد زكياني دي معمولة بالزكاء الاصطناعي ولا هي فعلا حقيقية؟ فيه بالفعل فيه بالفعل أدوات للزكاء الاصطناعي تقدر تخش من عليها وتحدد ترفع الصورة تاني وتحدد مين الناشر الأولاني أولا كمان تعرف مين أول ناشر للصورة دي وكمان تعرف إزاي تعملت الصورة دي أولا هي طريقة كده بالبلد ممكن أقولها للسادة المشاهدين إن إحنا مثلا الصورة نقدر نحددها لو لقيت المعالم واضحة قوي في الزوم تعمل زوم ولقيت لقيت المعالم سايحة واضحة قوي الشعر مش عارك متصرح بالطريقة ممكن يكون إيدت برضو يا أحمد ما الناس كلها بتعمل إيدت على الصور دي طريقة فعلا مهمة بس الزكاء الاصطناعي بتبقى صورة تحس إن هي شبهة بعض في الألوان والوضوح كده فبالتالي تشك في الموضوع ده وزي ما قلنا تشوف المصدر الأولاني لكن فيه أداة موجودة على موقع البحث العالمي سيرش جوجل هتدخل عليها وترفع الصورة يقولك دي معمولة بكذا ولا معمولة بكذا ولازم برضو نتأكد من المصادر المنشورة لأن كده كده الزكاء الاصطناعي أصلا إيجابي جدا ودايما ده بنصح الناس باستخدام أدوات مختلف ناش بس يعني حاجة زي دي بكل تأجيز هتضره لأنه لو تم استخدامها بشكل خاطئ يعني صح فبالتالي احنا هنا نيجي دور التوعية دايما توعية المستمرة في الموضوع ده مهم جدا يعني لأنه لازم نكون عندنا وعي بالتكنولوجيا وعي بالزكاء الاصطناعي ومنسداش أي حاجة ننشوفها بردو كده على طول صحيح وبعدين احنا مش هنعادي تقدم التكنولوجيا بسوء استخدام الآخرين طبعا أكي طب أخيرا بقى آخر حاجة خالص خالص احنا شاركتنا بتعليقك وبرأيك في سؤال الحالة بتسمع كلام المدام في ايه طبعا بتسمع كلام المدام في ايه بقى في كل حاجة ومش عيب على فكرة لا بالعكس في كل حاجة والله يعني مراتي منسان متحضرة جدا وفي نفس الوقت حتى في مجالي أنا بتتصحني لا اقول كذا لا اعمل كذا لا احنا منشارك بعض عشان ننجح مع بعض فبالتالي دي حاجة كويسة شوفك دلوقتي يا كي ما عرفش والله الاجابة دي بتقول انها بترجع تشوف لا رأيك اللي بتعامل معلوماتي قدر يخصي الكلام ده لا خالص بالعكس يا كده كده يعني الحمد لله الحياة دايما مشاركة الحياة دايما مش حرب مش سراع بين الاتنين صحيح الحاجة دي مهمة لازم نفهمها كلنا والوعي ليه دور كبير في كل حاجة على فكرة فدي حاجة مهمة لازم نعرفها كمواطنين يعني سيد بحييك وبحيي المدام طبعا نورتنا في صباح الخير يا بس شكرا لك طبعا المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات نورتنا في صباح الخير شكرا لك من نوريك